السلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا الدكتور فاتح سراج الدين من تورنطو كندا أتابع في محاضرة السيطرة أو التغلب على مرض السرطان وما هي الخطوات التي تسبق المرض الذي يصيب الناس بشكل دائم أكرر أن عيادتي في تورنطو من 28 سنة وهذه المحاضرة ليس من شأنها أن تنقل الناس أن يتركوا علاجاتهم وانتقلوا إلى علاجات جديدة التي نتكلم عنها فهذا العلاج يحتاج إلى طبيب يقوم به وليس انتقال عفوي وكيفي كما يريد الناس هناك تكلمنا في الماضي عن الخضار القلوية اليوم سنتكلم عن الخضار والفواكه التي تمنع امتداد السرطان يعني السرطان يكون عمالي بنفسه معتمدا على ما يتواجد داخلي من الإنزيمات وما إليه ثم يصل إلى اللحظة تنتهي هذه الإنزيمات فيبدأ يبحث حوله إلى منطقة يستورد منها أكل يعني أكله اللي هو تغذيته من فيتامينات وموارد فيبدأ يبحث فيجد مثلا بجانبه مجرى دم فيبدأ يبحث عن تمديد دم خط دم من الدم إلى السرطان هذا الشيء اسمه أنجوجينيسيس في بعض الخضار التي نأكلها وبعض الفواكه التي نأكلها فيها مادة تمنع هذا الأنجوجينيسيس هذه الخضار طبعا كما قلنا سابقا ليس عملها أن تقوم بهذا العمل عملها أن تغذي الجسم لكن من إلى الجانب الآخر فإنها تقوم وتساعد الجسم على السيطرة على أي أشياء تنتشر فيه من التآليل من الأشياء التي تنمو داخل الكولون أو أي نتوءات تخرج في الجسم وكأنها غير طبيعية فالجسم من شأنه أن يزيل هذه الأشياء إذا وجدت المادة فالهدف من هذا العلاج أن نعطي الجسم دائما هذه المواد التي أذكرها حتى يقوم الجسم بالدفاع عن نفسه وهذه الخضار من الأفضل هو عصرها وشربها تازة يعني بنفس الوقت التي تعصر فيه لأن فيها زيوت طيارة قد تفقدها وتفقد قيمتها العلاجية وبعض القيم الذاتية إن هذا الأكل أو هذه الخضار من أفضل الوقايات ضد السرطان يعني الرجل أو المرأة الذي يستعمل مثل هذه المواد بشكل دائم يعني يقال أنه يستحيل السرطان بعدها أن يكون جزء من حياته أو يتداخل معه فهذه المغزيات أو هذا الأكل فيه ألياف تتفاعل مع السرطان فيه موانع أو إنزيمات تمنع دخول السرطان إلى الجسم من هذه الخضار هي مثلا التشاي الأخضر الفريز التوت الأسود والتوت الأحمر والبرتقال والغريفون والليمون والتفاح والباينابلز اللي هو الأنناس والكرز والعنب الأحمر هذا إلى جانب الفواكه طبعا هناك الخضار الخضار مثل الكيل الحقيقة ما أعرف اسمها بالعربي لكن والجنسين وحبة السوية والفطر والثوم والبقدونس والبنادورا والكاليفلاور اللي هي الزهرة والسوس وباء الكثير من هذه الخضار المذكورة هنا كل هذه تساعد الجسم على منع انتشار السرطان داخلي كيف يصبح هذا ننظر هنا إلى أن الخلية السرطانية بدأت تنقسم يعني الخلية كما قلت تبدأ من خلية تصبع خليتين أربعة تمينة ستعاش نين وثلاثين أربعة وستين مية وثمينة وعشرين ويبدأ بالكورة ما دام السرطان ما في أشياء يوقفه فيستابع في الانتشار كما لما أنا شايفين هنا فيبدأ يرسل لما يستنزف يصل إلى درجة يستنزف كل موارده الداخلية فهلأ الحين هذا السرطان إذا ما أجاه أكل حيموت وكثير أيام لما بيساووا لرجل أو امرأة ماته وفتحوا جسمهم بيشوفوا كثير من الأشياء السرطانية التي بدأت ولم تصبح سرطانا بسبب أكل أو بسبب علاج أو ما إليه فهذا المرض بهذه الحالة هنا في هونك مثل ما نكون شايفين هنا فبيبدأ لما بوصل لها النتيجة وتقل موارده بيبدأ بيرسل رسائل إلى أقرب مجرى دم بهالشكل هذا فهذه الرسائل تبدأ تخرج والخلايا الموجودة التي تغطي مجرى الدم تبدأ تترسل مع هذا المادة السرطانية الدم لا يعرف أن هذا مادة سرطانية أو غير سرطانية لكن يعرف أن جاءته رسالة أو إنزيم أو محرض أو مستقبلات تقول لها نريد تمنيد خط الدم إلى هنا فيبدأ يفتح من هذه الصغرى ويبدأ يبني مجرى دموي ليذهب إلى الدم ويبدأ ينتشر بهذا الشكل وبهذا الشكل إلى أن يصل إلى هذه النقطة من هذه النقطة إلى هذه النقطة انتقل الجسم من مرحلة أو انتقل السرطان من مرحلة إلى مرحلة أخرى يعني تقدم كان في الأول لو ما أجاهد التغذية من الدم سيموت أما اليوم فهذا السرطان سيستمر وسيصبح معضلة على الجسم في المستقبل لذلك أن هذه الخضار مهمتها هي بهذه المنطقة أنه هو توقيف السرطان من الانتشار هذه المنطقة هي المهمة وهذه الخضار كما ذكرت هي التفاح والتمور والتين والعنب والكيوي وزيت الكتان والبطيخ الأصفر والدراق والأفوكادو وحبوب القطيفة وحبوب الدخن والأجاص والزبيب واللوز والبازلاء وحبوب الصوية والبندورة والملفوف والكينوة والكستناء والعسل والجزر والفطر والذرة والزيتون والبرتقال والموز والأنناس كل هذه المواد تتمتع بالخصائص التالية بعد ابتداء السرطان تمنع وصول رسائله إلى الدم بسبب الأنجوجينسيس وتمنع أي الدم التبادل المعلومات مع السرطان حتى لا ينمو هذا السرطان المهم هذه التغذية جدا ضرورية ويجب أن يأكلها الإنسان يوميا بشكل إن كانت جزء منها مطبوخ لكن الأكثرية يجب أن تكون تؤكل خضراء في بعض الأحيان تجد أن الناس يجيب لك صحن خضر مقطع لنفرض نفس الخضر لكن يجيب إلى جانبها بعض الأشياء التي تغمسها بيها زي المايونيز وما إليه الأفضل إن لا يكون كذلك لأن هذا المايونيز سيؤخر من عمل أو هضم هذه الخضر والفواكه بشكل صحيح أسأل الله أن أكون نقلت الصورة لكم وإذا كان لكم أي سؤال فأرجو الكتاب على العيادة أو اتصال بالتليفون أنا الدكتور فاتح سراج الدين أشكركم وأسأل الله أن أكون توقف فقط أن نقلت لكم الصورة ترجمة نانسي قنقر